بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في محكم كتابه المجيد انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ها قد أطلت علينا الذكرى السنوية الثامنة لثورتنا الشعبية المجيدة ونحن نودع ثامن الأعوام من مسيرة الشموخ والإرادة والصمود ونفتتح عامها التاسع بكل عزة وإباء نؤكد للعالم أجمع للأصدقاء في المحور المقاوم المضيء وللأعداء في محور الشر المظلم أننا ثابتون بما يحمله الثبات من معنى عميق في وجدان الثابتين من أبناء شعبنا وصابدون بما يحمل الصمود من معاني ودلالات يترجمها العمل الميداني الصلب الذي لم يهدأ يوما ولن يهدأ مهما تكالبت قوى الشر والظلام وعلى رأسها النظام الخليفي الدكتاتوري المستبد وداعموه في اتخاذ الإجراءات القمعية القاسية والمتوحشة ضد أبناء شعبنا إننا نتوجه هذا اليوم وبهذه المناسبة الوطنية التاريخية الكبرى التي خرج فيها الشعب ليسطر أروع ملحمة وطنية عرفها تاريخ البحرين تاريخ البحرين السياسي المعاصر بتحية العزة والكرامة فإلى شعبنا البطل شعب الإباء والثبات في بحرين الحرية والكرامة وإلى الأبطال من رجال وشباب وحرائر الثابتين جميعا على العهد والوعد والموقف لكم التحية تحية الصمود والمقاومة يا شعبنا العظيم لقد جاءت ثورتنا المجيدة في 14 فبراير 2011 قبل ثمانية أعوام لتدوي في العالم صرخة شعب يطالب بالعدالة والحرية شعب يطالب بالعدالة والحرية والكرامة وإسقاط الحيف والظلم وإنهاء عهود طويلة من الاستبداد والديكتاتورية عانى فيها الشعب من الآلام والوجع وقاس من ألوان الاضطهاد والقهر السياسي لتسجل انتصارا تاريخيا مدويا وغير مسبوق بإسقاط الشرعية وللأبد من سلطة الاستبداد والديكتاتورية الحاكمة فقد تحقق هذا الإنجاز التاريخي العظيم بهذا الحضور الأسطوري الذي قالت فيه الجموع الغفيرة كلمتها قالت كلمتها الفصل في شرعية النظام المختص بالسلطة ورفع الشعب خلاله وبصوت واحد مجلل الشعب يريد إسقاط النظام وفقد بذلك شرعية وجوده وكشفته الثورة بل عرته أمام العالم إننا اليوم وبكل فخر وعز نقولها يا شعبنا العظيم إنه بصمودك وثباتك الأسطوري لم تسقط فقط شرعية النظام الدكتاتوري المغتصب للسلطة والمحتل للأرض والوطن ولكنك أربكت المعادلات محليا وأقليميا ولم يستطع النظام وداعموه على الرغم من كل السياسات العنيفة والقاسية والتي غلب عليها طابع التنكيل والبطش والانتقام من تدجينك وإخضاعك وكنت كما أنت شامخا أبيا ثابتا قويا لم تهن يوما ولن تهون بإذن الله وستظل حاضرا في ميدان العطاء والشموخ إننا في اتلاف الرابع عشر من فبراير وبمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق ثورتنا المجيدة نؤكد في هذه الكلمة على عدة نقاط أولا النظام الخليفي فاقد للشرعية وهو يعيش الوهن والضعف أكثر من أي وقت مضى بعد فشله السياسي الكبير وما تلا ذلك من فشل اقتصادي انعكست آثاره بشكل مباشر على كافة أبناء الشعب وهو فاقد لكل مقومات ومبررات وجوده وكل الدلائل والمؤشرات تدل على قرب نهايته وليس أمامنا لتحقيق الخلاص من عهود الظلم والاستبداد سوى الصبر والثبات في ميدان المطالبة بالاستحقاقات في ميدان المطالبة بالاستحقاقات الوطنية اللازمة والواجبة التنفيذ ثانيا الحل السياسي في البحرين يكمن في تقرير المصير واسترداد السلطة والحكم للإرادة الشعبية وأن تقوم دولة المواطنة الحقة التي يتساوى الجميع فيها في الحقوق والواجبات وأن ينتخب شعبنا بإرادته الحرة مجلسا تأسيسيا يتولى صياغة دستور جديد للبلاد وأن يصار إلى بناء الدولة الحديثة المستقلة التي يكون فيها الشعب مصطرا للسلطات جميعا ثالثا التمسك مجددا وأبدا بمبادئ الثورة التي وردت في ميثاق اللؤلؤ والمنبثقة من المبادئ الإسلامية الأصيلة القائمة على رفض الظلم والعبودية والتمسك بالكرامة والحرية والتي نذكر بها وهي أولا أصالة الثورة ووطنيتها ورفض جميع أنواع التدخل والوصاية والتبعية ثانيا النظام الخليفي فاقد للشرعية ولا يمكن التعاطي معه بأي شكل من الأشكال ونرفض بشكل قاطع الاعتراف به بعد أن أسقط الشعب شرعيته ثالثا سيظل مبدأ إسقاط الدكتاتورية وإنهاء حكم الاستبداد من الببادئ الأصيلة للثورة حتى قيام نظام سياسي يستمد شرعية وجوده بصورة مطلقة من الإرادة الشعبية وحدها ودون أن يكون للنفوذ أي تأثير في مجرياتها وبأي مستوى كان رابعا رفض التدخل الأجنبي وأي صيغ من صيغ الاحتلال وهكذا اعتبار قوات النظام السعودي وقوات درع الجزيرة الموجودة على أرضنا قوات غزو واحتلال وعدوا محتلا يجب طرده بكافة الوسائل المتاحة المشروعة والممكنة خامسا تركيز الجهد وتوجيه الطاقات لتحقيق أهداف الثورة وعدم الانشغال بالخلافات الجانبية والبينية والتي قد تشكل عائقا في وجه الثورة سادسا تثمين كل جهد يبذل من أي طرف كان لصون حقوق الشعب ولا سيما حقه في تقرير مصيره واختيار النظام السياسي الذي يراه مناسبا للعملية السياسية في البلاد سابعا تفعيل كل الخيارات المشروعة والمناسبة لتحقيق أهداف الثورة وإقامة العدالة وصيانة الحريات العامة وعلى رأسها الحريات السياسية ثامنا الاعتزاز بالروح الوطنية لأبناء هذا الشعب ووضع معيار المواطنة كأساس للتعامل مع الأفراد ختاما نقول لشعبنا العظيم اصبروا وصابروا ورابطوا فإن نصر الله قريب وقيود الأسرى ستتحطم على صخرة صمودكم قريبا بإذن الله وغربة المطاردين والمغتربين ستنجلي وستشرق شمس الحرية على ربوع وطننا العزيز ودولة المواطنة الحقة التي تشاد فيها العدالة ويحكم القانون هي الأخرى قريبة بإذن الله والنظام الدكتاتوري البستبد والجاثم على صدورنا بدأ مشوار سقوطه إلى الهاوية اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم قدم صدق عندك يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته